السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً بالجميع فيديو اليوم مخصص للتوقعات الأسبوعية من اليوم السبت الموافق للأول من أكتوبر وحتى يوم الجمعة الموافق للسابع من أكتوبر للعام 2022 وهي توقعات عامة لجميع التوالع من الحمل إلى الحود تبعاً لحركة القمر عبر البروج والتوقيت المستعمل هو توقيت المملكة العربية السعودية أوقات خلوء المسار القمر وهو فترة سلبية لا تصلح للبدايات الجديدة كالخطوبة أو الزواج أو توقيع العقود ولكن لإتمام الأعمال التي بدأناها سابقاً ويصلح للاهتمام بالشكل الخارجي والاستحمام والذهب للتسوق والنزهات والاسترخاء وما إلى ذلك حركة القمر وأوقات خلوء المسار وحركة الكواكب تجدونها بالتفصيل في التعليقات وفي المنتدى والآن ننتقل إلى توقعات عامة لجميع توالع الأبراج من الحمل إلى الحوت مع تمنياتي بأسبوع سعيد للجميع طوالع الحمل يوم السبت القمر في برج القوس بيتكم التاسع فترة من الحدود لقاءات مع أشخاص خارج البلد وقد تلتقي بأشخاص ذوي مكانة أو ذوي علم وثقافة بعضكم يسافر والبعض ينشغل بالسعي في أوراق السفر أو دراسة وللبعض رغبة في السفر الروحي وميل للبحث في أمور الدين والفلسفة يوم الأحد والاثنين القمر في برج الجدي بيتكم العاشر تنشغل بتحسين الوضع العملي وللبعض أهداف عملية جديدة والوقت مناسب للمطالبة بترقية أو مكافأة أو زيادة في الراتب أو حتى تغيير لوظيفة أفضل والبعض قد يوقع عقود عمل جديدة عودة للمنفصلين ورجوع للمطلقين والبعض يتخذ قرار بالارتباط أو الزواج يوم الثلاثة والاربعاء وحتى ظهر الخميس القمر في برج الدلو بيتكم الحادي عشر ثقة بالنفس وتفاؤل وأخبار سعيدة للمتزوجين مصالحات مع الشريك العاطفي وإنهاء للخلافات أما للعزبين قد تنشأ علاقات حب جديدة تجد الدعم من المحيط وبعض الأصدقاء النافدين وقد تحقق أمنية أو قد تقرر إنهاء بعض الصدقات التي لم تعد تخدم مصلحتك ظهر الخميس وكامل يوم الجمعة القمر في برج الجدي بيتكم الثاني عشر توتر نفسي وميل للكآبة وملل من الأعمال الروتينية فترة مناسبة لمراجعة النفس ووضع الخطط استرخي وخد قصة من الراحة وابتعد عن اتخاذ القرارات المهمة حافظ على أسرارك وانتبه من أعداء خفية قد تظهر في المحيط دفع الصدق إيجابي أسبوع سعيد لطوالع الحمل ثوالع الثور يوم السبت القمر في برج القوس بيتكم الثامن ابتعد عن التسرع في اتخاذ القرارات الجذرية والحاسمة وابتعد عن العلاقات السرية حتى لا تتذرر لاحقا قد تعود إليكم أموال متأخرة من تعاملات مع الجهات خارجية في مشاريع استثمارية انتبه من عداوة أشخاص قريبين وحاول ابتعاد عن الاختلاط ما أمكن ميل للروحانيات وتقوى حاسة الاستشعار لديكم يوم الأحد والاثنين القمر في برج الجدي بيتكم التاسع تنشط لديكم الأحلام افهم المغزى فقد تكون رسالة إليك تتخذ قرارات حاسمة والبعض يسافر أو يتأهب للسفر تحسن في الأمور العملية وتقصف تمار الجهد والتعب يوم الثلاثة والأربعاء وحتى ظهر الخميس القمر في برج الدلو بيتكم العاشر مصالحات للمفصلين وعودة للمطلقين وقد تنشأ علاقات حب جديدة في مكان العمل تتوج بالزواج لاحقا الوقت مناسب للبحث عن عمل للعاطلين قد تجد التشكيك من المحيط لا تفرد نفسك وحاول التزام الصمت ولا تلقي بالا لأحد ظهر الخميس وكامل يوم الجمعة القمر في برج الحوت بيتكم الحادي عشر فترة إيجابية والأمور جيدة على جميع الأسعدة مصالحات مع الشريك الزوجي أو العاطفي تجمعات مع الأهل والأصدقاء المقربين تدفق مالي أسبوع سعيد لتوالع الثور توالع الجوزاء يوم السبت القمر في برج القوس بيتكم السابع انتبه من خلافات ومشادات مع زوج أو حبيب وحاول أن تكون عونا للشريك اهتمام بدراسة مشاريع وتوقيع عقود جديدة قد تحقق أمنية عملية أو عاطفية طال انتظارها يومي الأحد والاثنين القمر في برج الجدي بيتكم الثامن تغيير جذري لأمور حياتك انتبه من ضعف نفسي وتوتر وميل الأفكار السلبية قد تجد بعض الرفض من المحيط لا تلتفت لأحد تنشط الرحانيات وحاسة الاستشعار حافظ على أسرارك الثلاثة والاربعاء وظهر الخميس القمر في برج الدلو بيتكم التاسع السعي مناسب لإتمام أوراق سفر أو دراسة اتصالات خارج البلاد مع أشخاص مهمين ويقود تواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقد تنشأ علاقات عاطفية مع أشخاص خارج البلد أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي ظهر الخميس وحتى يوم الجمعة القمر في برج الحوت بيتكم العاشر فترة إيجابية لكل الجوانب رفع على السعيد العملي وتباشر بخطوات ثابتة تثبت جدارتك وتدفع بمصالحك للأمام انتبه من نقاشات وحوارات قد تنشأ مع زملاء العمل فرص للباحثين عن عمل أسبوع سعيد لطوالع الجوزاء السرطان يوم السبت القمر في برج القوس بيتكم السادس الكثير من الضغوط العملية والتراكم في الأعمال اعتمد على نفسك لإنجاز المهام مكاسب مالية وخاصة لمن يعمل بالتجارة تهتم بأمور الموظفين والمستخدمين وتحل مشاكلهم وقت جيد للبحث عن عمل للعاطلين يوم الأحد والاثنين القمر في برج الجدي بيتكم السابع انتبه من خلافات مع الشريك العاطفي أو الزوجي للمرتبطين أما العازبين فتتوفر عروض زواج وخطوبة شركات عملية جديدة تعرض عليكم ادرس البنوت جيدا قبل التوقيع يومي الثلاثة والأربعاء وظهر الخميس القمر في برج الدلو بيتكم الثامن تكثر الطلبات من المحيط لا تمكن أحد من استغلالك التزامات مالية وتحصيل أمور بدون تعب رتب أعمالك وجهز المواعيد الجديدة نقاشات وحوارات متعلقة بقضايا مالية لوضع خطط جديدة وتحسين الميزانيا من اتخار واستثمار ظهر الخميس وحتى يوم الجمعة القمر في برج الحوت بيتكم التاسع تهتم بأمور الدين والتديون والبحث في الفلسفة تنشط الأحلام لها رسالة انتبه لذلك تربح قضايا في المحاكم أو لدى محامي أسبوع سعيد لطوالع السرطان طوالع الأسد يوم السبت القمر في برج القوس بيتكم الخامس حل الخلافات مع الشريك العاطفي لقاءات وتجمعات مع العائلة داخل الوسط الاجتماعي وخروج للنزهات وأماكن الترفيه وتنشأ علاقات حب جديدة حظوظ على السعيد المالي يومي الأحد والاثنين القمر في برج الجدي بيتكم السادس انتبه من تعب صحي نتيجة لكثرة التفكير وتراكم الأعمال والمهام حاول إنجاز المهم وتنظيم جدوى الأعمالك انتبه من خلافات مع زملاء العمل يومي الثلاثة والأربعاء وظهر الخميس القمر في برج الدلو بيتكم السابع انتبه من الخلاف مع الشريك العاطفي أو الزوجي قد يتفاقم ويؤدي إلى تباعد وحتى نفور بين الأزواج تهتم بالمشاريع العملية وتوقيع العقود والزهار على السعيد العملي ظهر الخميس وحتى يوم الجمعة القمر في برج الحوت بيتكم الثامن عودة لأشخاص من الماضي ومال غير متعوب فيه وقد تزور البنوك لتحويلات مالية وإنهاء لالتزام مالي الزهار على سعيد العلاقات الحميمة بين الأزواج وتقارب وحب ونهاية للخلافات والمشاكل أسبوع سعيد لطوالع الأسد طوالع العذراء يوم أستبت القمر في برج القوس بيتكم الرابع لقاءات مع أشخاص من العائلة لم تلتقي بهم من فترة طويلة وعودة للوصل بينكم عودة أموال من الماضي في قضية ميراد متأخر مثلاً قلق وتوتر نفسي وقد تسمع أخبار غير سارة في محيط العائلة يومي الأحد والاثنين القمر في برج الجدي بيتكم الخامس انتبه من حدة في النقاش وقسوة مع الشريك العاطفي حتى لا تنقلب العمور علاقات عاطفية جديدة قد تنشأ في المحيط للخالين تجمعات ولقاءات داخل الوسط مع المحيط الاجتماعي وزيارة لأماكن الترفيه والتسليع يومي الثلاثة والأربعاء وحتى ظهر الخميس القمر في برج الدلو بيتكم السادس الكثير من الضغوطات والمهام العملية وتراكم على صعيد العملي وانجاز الأعمال اليومية وتأتيكم العزيمة والقوة للتغلب على كل المهام انتبه قد تعاني من بعض التراجع الصحي يومي الخميس والجمعة القمر في برج الحوت بيتكم السابع ارتباط رسمي وعروض لخطوبة وزواج للعازبين نقاش مع الشريك العاطفي فيه الكثير من التقارب والود لتعزيز العلاقة ولقاءات مثمرة على الصعيد العملي لوضع الخطط ومناقشة المشاريع الجديدة اسبوع سعيد لتوالع العذراء توالع الميزان يوم السابع القمر في برج القوس بيتكم الثالث تسالح بين الأزواج ونهاية للخلافات والكثير من الود والمحبة وعودة للمفصلين ورجوع للمطلقين ترتيب على الصعيد العملي ودراسة المشاريع الجديدة ووضع خطط نشاط في الاتصال والتواصل والسفر القصير من أجل إنجاز مهام في العمل نشاط في اللقاءات بين الإخوة والأقارب والجيران يوم الأحد والاثنين القمر في برج الجدي بيتكم الرابع نشاط في العلاقات وتجمعات مع الأهل احتياج للحنان والعاطفة وتشعر بالرغبة في الاحتواء من العائلة مكاسب مالية لمن يعمل بتجارة العقارات تحل الخلافات العائلية بين الأهل والأقارب يومي ثلاثة والأربعاء وحتى ظهر الخميس القمر في برج الدلو بيتكم الخامس تدخل بين العلاقات للإصلاح تجمعات ولقاءات مع المحيط ولكن انتبه من حسد وغيرة وخلاف مع زملاء العمل حافظ على أسرارك نشوء لعلاقات حب جديدة داخل المحيط قد تنتهي بزواج يوم الخميس وحتى يوم الجمعة القمر في برج الحوت بيتكم السادس أجواء مشحونة داخل المحيط انتبه من الاختلاط مع الأعداء وحافظ على أسرارك أعمال جديدة داخل مقر العمل وقد تهتم بمشاريع أو تحسين الأعمال القائمة أسبوع سعيد لطوالع الميزان طوالع العقرب يوم أستبت القمر في برج القوس بيتكم الثاني الاهتمام يتركز على المال ومكاسب مالية لمن يعمل بالتجارة تقابلها مصاريف زائدة من أجل منزل العائدة انتبه من تبذير وإسراف على أشياء ليست بحاجة إليها عودة لأموال كدين وقد تطالب أن تبعي رجاع دين الأحد والاثنين القمر في برج الجدي بيتكم الثالث مشدات بين الإخوة والأقارب والجيران أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي انتبه لا تتدخل حتى لا ينقلب الأمر عليك علاقات عاطفية جديدة تنتهي بزواج وقد تعود إليكم علاقة عاطفية من الماضي يوم الثلاثاء والأربعاء وحتى ظهر الخميس القمر في برج الدلو بيتكم الرابع انتبه من مشدات كلامية وخلاف مع أفراد العائلة وقد تكشف أسرار المحيط انتبه أنت من اكتشاف أسرارك يظهر أعداء خفيين من الماضي حاول عدم الاختلاط ظهر الخميس وحتى يوم الجمعة القمر في برج الحوت بيتكم الخامس نشوء لعلاقات عاطفية جديدة مبنية على الحب واهتمام بالهوايات وأمور الترفيه والتسلية أسبوع سعيد لطوالع العقرب طوالع القوس يوم السبت القمر في برج القوس بيتكم الأول اهتمام بالشكل الخارجي وأمور التجميل والترفيه مع بعض المزاجية والتردد انتبه من اتخاذ قرارات حاسمة هذا الوقت أجل لوقت آخر إفراد في الحب والعاطفة وقد تعاني من استغلال عاطفي لبعض الأشخاص انتبه ولا تسمح بذلك يومي الأحد والاثنين القمر في برج الجدي بيتكم الثاني مشاريع وأعمال إضافية لتحسين الميزانية والتفكير بالاستثمار والادخار وحساد مالي كبير يقابله إسراف قلل من الانفاق الوقت مناسب للمطالبة بدين متأخر يومي الثلاثة والاربعاء وحتى ظهر الخميس القمر في برج الدلو بيتكم الثالث اتصال وتواصل وزيارات داخل المحيط والوقت مناسب لحل الخلافات عودة لأشخاص من الماضي لا تريدهم حاول ألا تتعامل معهم لا تسمح للمحيط بالتدخل بينك وبين الشريك العاطفي ظهر الخميس وحتى يوم الجمعة القمر في برج الحوت بيتكم الرابع اتصالات ولقاءات عائلية لحل الخلافات وتقوية العلاقات ووقت مناسب لتغيير مكان الإقامة وشراء منزل أو أثات أو ديكور أو التأسيس لمنزل جديد سبوة سعيد لطوالع القوس طوالع الجدي يوم السبت القمر في برج القوس بيتكم الثاني عشر تشعر بملل من المحيط والأعمال اللوتينية تصيق أخبار وأشياء من الماضي وتهتم باتصالات سرية استرخي وتزل المحيط وحاول ترتيب الأمور ومراجعة النفس ووضع الخطط الجديدة يومي الأحد والإثنين القمر في برج الجدي بيتكم الأول اعتناء بالشكل الخارجي ابتعد عن اتخاذ القرارات الحاسمة خطوات جديدة وتغييرات مهمة وقدرة عظيمة لإنجاز المهام المتأخرة يومي الثلاثة والأربعة القمر في برج الدل بيتكم الثاني تنظيم مالي وحساد من مكاسب وتهتم بأمور الشراء ويقابله إسراف على أمور الشراء منزل أو عقار أو أرض انتبه حتى من السرقة ظهر الخميس وحتى يوم الجمعة القمر في برج الحوت بيتكم الثالث اتصال مثمر وتواصل إيجابي مع الأصدقاء في تجمعات ولقاءات وتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي ترى منها الفائدة نشوء علاقات عاطفية جديدة من المحيط أسبوع سعيد لطوالع الجديد طوالع الدلو يوم السبت القمر في برج القوس بيتكم الحادي عشر حذور جميل وكلامك مسموع في لقاءات وتجمعات مع الأصدقاء حل الخلافات مع الشريك العاطفي أو الزوج وتقضي أوقات رومانسية تحقيق هدف أو أمنية الصدقة إيجابية وكلما تصدقت أكثر يعود إليكم أكثر يومي الأحد والإثنين القمر في برج الجدي بيتكم الثاني عشر تفكر بالمشاكل من الماضي انتبه من توتر نفسي وحتى اكتئاب وانتبه من الأعداء الخفيين وحاول الحفاظ على أسرارك ولا تؤمن لأحد وحسن نفسك بأذكار الصباح والمساء ودفع الصدقة إيجابي يومي الثلاثة والأربعاء وحتى ظهر الخميس القمر في برج الدلو بيتكم الأول مع كثرة الانشغالات اعتناء بالشكل الخارجي والتعرف على أشخاص جدد وقد تنشأ علاقات عاطفية تنتهي بارتباط رسمي وزواج ظهر الخميس ويوم الجمعة القمر في برج الحوت بيتكم الثاني مكاسب مالية وانفاق على تجمعات مع المحيط العائلي عزومات وذهاب لأماكن ترفيه انتبه من استغلال مالي من أحدهم وتنشأ علاقات عاطفية جديدة قد تنتهي بزواج الوقت مناسب للشراء والامتلاك أسبوع سعيد لطوالع الدلو طوالع الحوت يوم السبت القمر في برج القوس بيتكم العاشر مشاريع عملية وتوقيع عقود اهتمام بالأمور العملية والوقت مناسب للمطالبة بترقية أو مكافأة أو زيادة في الراتب أو تغيير لموقع أفضل للموظفين ووقت مناسب أيضا للبحث عن عمل للخاليين الأحد والاثنين القمر في برج الجدي بيتكم الحادي عشر يتهافت عليكم السلبيون لا تطلب مشورة أحد ونقاش وحوار مع الأصدقاء انتبه من خسارة صديق حل الخلافات مع الشريك العاطفي وإنهال كل المشاكل وتحقيق لهدف أو أمنية يومي ثلاثة والأربعاء وحتى ظهر الخميس القمر في برج الدلو بيتكم الثاني عشر وساوس أفكار سودوية لا تبالغ اعتزل المحيط وحافظ على أسرارك حتى لا تكشف أسرارك العائلية للعلن انتبه من أعداء خفيين وممن يريد بكم السوء ودفع الصدقاء إيجابي ظهر الخميس وكامل يوم الجمعة القمر في برج الحوت بيتكم الأول في قبل نفس ومعنويات مرتفعة وانفراج على جميع الأصعدة والوقت مناسب للاهتمام بالشكل الخارجي وشراء الملابس انتبه من التبذير والصرف الزائد وشراء أشياء لا لزمة لها لقاءات مع أشخاص جدد ابتعد عن اختخاذ القرارات المهمة أسبوع سعيد لطوالع الحوت